موسيقى ستة كيلومترات هي مسافة السباق الحر في عرض البحر لأزيد من ستين سباحا ممثلين عن الأمن الوطني وإدارة السجون والدرك الوطني والجمارك الجزائرية والقوات البحرية أين شهد السباق تنافسا حدا رغم سرعة الرياح وهيجان البحر عرفت هذه الطبعة السابعة روح رياضية عالية جدا جدا التنافس كان بشرف حيث حصد سباحو المدير العامل الأمن الوطني المرتبة الأولى حسب الفرق وعادت المرتبة الأولى الفردي لقيادة الدرك الوطني المرتبة الأولى فردي عادت للسباحو الزاط ياسين من قيادة الدرك الوطني فيما نال عناصر الأمن الوطني نفس المرتبة في تصنيف الفرق وتقاسم المرتبة الثالثة كل من ممثلي الجمارك الجزائرية والأمن الوطني حصلت المرتبة الأولى فردي سباق سباق حرف مياه مفتوحة الحمد لله منافسة كانت شوية قوية ويتو قدرنا نتحصل على المرتبة الأولى بفضل تحضيرات اللي قمنا بها وتاني نشكر قيادة الدرك الوطني وفرتنا الإمكانيات كي السواء بشرية ولا مادية الحمد لله تحصلت على المرتبة ثانية ما بين الأفراد حصلت على مرتبة الأولى ما بين الفرق الحمد لله نشكر الموديل العام الوطني على هذا التتويج على الدعم الكبير لهذه الرياضة مسابقة السباحة الحرة تجمع عديد الأسلاك النظامية والأمنية في سابع طبعة لها تشجيعا للرياضة البدنية وتحفيزا للمتفوقين بجوائز قيمة اشتركوا في القناة